السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كيدليس بطبخ رقية ومرحبا بالمشاركين الجدود شرفتوني ونورتوني وكشكركم على الطيقة اللي وضعتوا فيها اليوم ان شاء الله عدي نحضروا تحلية زوينة هائلة رائعة بمقادر متوفرة في كل منزل تحلية من تحليات ديال الليالي الرمضانية أو السهرات الرمضانية اللي يدخلوا علينا وعليكم بكامل الصحة والعافية يا رب قبل من دزول للمقادير وطريقة التحضير ما تنسونيش من اللي لايك كذلك تعليق جميل لاستمرارية القناة ما تنسونيش من البغتاج كذلك إلا كنتوا أول مرة كتصادفوا قناتك يديليس بطبخ رقية عملوا الاشتراك مشكورين لا مأمورين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي منطوش لكم يلا هم عين شوفوا المقادير وطريقة التحضير لهاد الوصفة عدي تحتاجو 500 ميليليتر ديال الحليب أو لانسترود الحليب تفاحة واحدة اللي غسلتها وحيتها الحبيبات اللي فيها وخليتها بقشور ديالها عشرة ديال تمارات يكونوا مغسولين ومحيد لهم النواة ديالهم وكذلك ساشي ديال الفلون ديال الفاني باش نصفوه خمسمية ميليليتر ديال الحليب وغادي نطحنو العناصر كاملة وننزلوها مباشرة في واحد صفايا في كاثرونة باش نصفوه خمسمية ميليليتر ديال الحليب وغادي نطحنو العناصر كاملة هاد الخليط ديالنا ونتخلصوه من الشوائب اللي في التمر وكذلك التفاح وغادي نحطو الكاثرونة ديالتنا فوق البطا وعلى عفية مهيلة مع التحريك المستمر حتى كيبدأ كيغلي عندنا هاد الخليط بحل الشكل ديال الفلون بحل اللي كتصيبو الفلون عادي وكننزلو في كؤوس التقديم انا هنا خويتو في ان كغاف ولا كيف ما كنقولو غراف باش يساعدني في هاد العملية سوف ينفو كنسالي غدا ندخل هاد الكؤوس لتلاجة يبردو الكؤوس ديالنا او التحلية ديتنا ها هي وجدات انا غدا نزين فقط بالقرقاء وتزين دائما كيبقى اختياري تزين بسيط التحلية ديتنا كتكون على هاد الشكل هادا كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا فعلا تستحق التجربة وما كتاخدش كذلك وقت كتير يعني هاد تحلية ها دي انا وجدتها فقط في خمسة ديال دقائق صراحة جات هائلة وزوينا كنتمنى الوصفة دياليوما تكون نالت اعجابكم وكنتمنى رمضان فاضي للقاكم بالفصحة وهنا يا رب ودبا ما بقى لي الا نقول لكم دومتم في رعاية الله وإلى اللقاء اخي يا دليس